دكتور زاكر نايك اسمي جري توماس أنا عالم باحث في الصحافة في جامعة دوسمانيا عندي أسئلة لكم أولاً لطالما عرفت بأن القرآن غير كامل من دون الحديث الآن بما أنك تشير إلى كتب مقدسة أخرى أنك أشرت إلى الكتاب المقدس الكتاب المقدس يقول أي أحد ينكر يسوع المسيح هو روح عدوة للمسيح هذه نبوءة وأعلم أيضاً بأن الحديث يقول بأن محمد كان له وحي مزدوج ما الذي عليه استنتاجه من ذلك الأخ سأل سؤال حيث ذكر فيه القليل من الجمل قال بأنه يعرف بأن القرآن غير كامل بدون الحديث والآن سمع بكتاب مقدس آخر أيضاً ذلك يعني بأنك إذا كنت تقطبس من الكتاب المقدس عليك أن تتبعه وقال بأن الكتاب المقدس يقول أي أحد لا يؤمن وينكر المسيح عليه السلام سيذهب إلى جهنم إلى آخره فما هي تعليقاتي النقطة الأولى القرآن ليس ناقصاً بدون الحديث القرآن كامل بحد ذاته ولكن لتفهم القرآن عليك أن تذهب إلى تفسير القرآن تفسير القرآن هو الحديث وهو القول الصحيح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بحد ذاته هو كتاب كامل الحمد لله بحد ذاته لكن إذا أردت تفسير بتفاصيل أكثر عنه عندها تشير إلى الحديث القول الصحيح لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي ندعوه الحديث الصحيح الآن فقط لأنك اقتبست من الكتب المقدسة الأخرى ذلك لا يعني بأني أوافق بأن كل الكتب المقدسة الأخرى هي كلام الإله أرجوكم لا تسيءوا فهمي كنت أستخدم استراتيجية القرآن يقول الله في سورة آل عمران الصورة الثالثة الآية 64 تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نحن نأتي إلى كلمة سواء الله يقول في سورة الرعد الصورة الثالثة عشر الآية 38 لكل أجل كتاب الله أرسل العديد من الوحي العديد من الكتب مذكور منها بالاسم فقط أربع الطورة والزبور والإنجيل والقرآن الطورة هو الوحي الذي أنزل على موسى عليه السلام الزبور هو الوحي الذي أنزل على داود عليه السلام الإنجيل هو الوحي الذي أنزل على عيسى عليه السلام والقرآن هو الوحي الآخر والأخير الذي أنزل على الرسول الآخر والأخير النبي محمد صلى الله عليه وسلم الآن بما أن كل الكتب السابقة أتت فقط لمجموعة معينة من الناس وكانت معنية بأن تتبع بالكامل لفترة معينة من الزمن الإله العظيم لم يرى أنها مناسبة للحفظ بنقائها الأصلي لكن لأن القرآن كان الوحي الآخر والأخير الله يقول في القرآن في سورة الحجر السورة 15 الآية 19 إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لذلك القرآن هو الكتاب الديني الوحيد على وجه الأرض الذي بصيغته النقية لست أنا الذي أقول ذلك حتى الباحثون في مقرنة الأديان بما فيهم ويليام مور الذي هو واحد من أقوى النقاد للإسلام بكونه مسيحيا قال قبل 200 سنة بأنه ليس هناك كتاب ديني حافظ على صيغته النقية لأكثر من 1200 سنة والآن لأكثر من 1400 سنة كالقرآن رغم كونه مسيحيا وكونه أقوى ناقضا للإسلام كان عليه أن يكون صريحا بأن القرآن هو بصيغته النقية الآن كل الكتب المقدسة الدينية الأخرى قد تغيرت صيغتها بما فيها الكتاب المقدس لا أعتبر الكتاب المقدس بأنه كلام الإله نحن المسلمون نؤمن بالوحي الذي أنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل ولكن الكتاب المقدس الحالي الذي نملكه أخي هذا الكتاب المقدس هو مزيج من الممكن أن يحتوي على كلام الإله الذي يتطابق مع القرآن ليس عندي مشكلة بقبوله ككلام الإله إنه أيضا يحتوي على كلام الأنبياء إنه يحتوي على كلام المؤرخين أعتذر عن قول ذلك إنه حتى يحتوي على الإباحية لا يمكنني الاقتباس منه هنا لا أستطيع إنه حتى يحتوي على المئات من التنقذات أخطاء علمية أخطاء رياضية التي لا يمكنني أن أكررها هنا كان لدي حوار مع الدكتور ويليام كامبل الذي كتب كتابا عن الإسلام القرآن والكتاب المقدس في ضوء التاريخ والعلم وقال بأن القرآن فيه ثلاثين خطأ علمي ذهبت إلى الولايات المتحدة هو من فلادلفيا وخذنا جدال في سنة ألفين في الأول من نيسان بعنوان القرآن والكتاب المقدس في ضوء العلم وأجبت على كل ادعاءاته وأشرت إلى ثمانية وثلاثين من التناقذات في الكتاب المقدس لم يستطع رد عليها الله يقول في سورة البقرة السورة الثانية الآية رقم تسعة وسبعين الله يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون أي يعني الويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا الكلام من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويل لهم مما كتبت أيديهم ومما يكسبون إذن الكتاب المقدس اليوم إذا كنت تعلم كلمة الكتاب المقدس بايبل ليست موجودة في الكتاب المقدس إنها تأتي من الكلمة اليونانية بي بولز وتعني كتاب الكتب والباحثون يقولون هناك العديد من المؤلفين لست أنا من قال ذلك بل الباحثون المسيحيون لذلك الكتاب المقدس الحالي لا أعتبره بأنه كلام الإله بشكل مشابه إذا سألتني هل يمكنك اعتبار الفيدا كلام الله هل يمكنك اعتبار الكتب المقدسة البوذية كلام الله هل يمكنك اعتبار الكتب المقدسة الفارسية بأنها كلام الله ما أقوله ربما كانت كذلك ربما لم تكن كذلك بما أنه هناك العديد من الكتب المقدسة التي أرسلت من قبل الله سبحانه وتعالى بالاسم أذكر منها أربعة لكنه كان هناك العديد من الكتب فصحف إبراهيم وغيرها لذلك ما أقوله أنه ربما الكتب المقدسة الهندسية هي كلام الإله ربما الكتب الفارسية هي كلام الإله لكن حتى لو كانت كذلك فهي كانت معنية لأولئك الذين في ذلك الوقت اليوم علينا أن نتبع الوحي الآخر والأخير الذي هو القرآن الكريم لذلك أي كائن حي سواء كان يعيش في الهند أو في أمريكا أو في كندا أو في المملكة المتحدة أو في سنغافورة أو في السعودية كل البشرية في العالم يجب أن تتبع الوحي الآخر والأخير وهو القرآن الكريم ورسول الآخر والأخير النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا لا أقول بأن الكتب المقدسة الهندسية هي كلام الإله حتى لو كانت كذلك فهي كانت معنية لأولئك الناس في ذلك الوقت البحثون في الهندسية يوافقون بأن الكتب المقدسة قد تغيرت كل البحثون في كل الأديان مع عدى الإسلام يوافقون بأن الكتب المقدسة قد خضعت لتغيرات عبر الزمن عبر العصور لكن حتى لو وفقت على ذلك لأجل الجدال بأنها كلام الإله حتى ولو كانت كذلك بما أن تابعي ذلك الدين يؤمنون بأنه كلام الإله عليهم أن يتبعوا كل كلمة وكل حرف من كتابهم المقدس لذلك إذا كان البوذيون يؤمنون بأن كتبهم المقدسة هي كلام الإله والهندسيون يؤمنون والمسيحيون يؤمنون بأن كتبهم المقدسة هي كلام الإله فإن كل الكتب المقدسة تلك تقول بأن يجب أن تتبع تعليم الرسول الآخر والأخير النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذا بما أنكم تعتبرونها بأنها كلام الإله أنا أقول ربما كذلك وربما ليست بما أنكم تؤمنون بأنها كلام الإله عليكم أن تتبعوا كتبكم المقدسة لذا عليكم أن تؤمنوا بالرسول الآخر والأخير كما ذكرت في الكتاب المقدس في إنجيل يوحنى إصحاح 16 الآية من 12 إلى 14 المسيح عليه السلام يقول لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تتحملوها الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ذاك يمجدني من هو ذاك الشخص؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم هل كان هناك أي رجل دين قد مجد المسيح عليه السلام غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت قلت صحيح بأن أي أحد ينكر المسيح عليه السلام سيذهب إلى الجحيم أنت قلت ذلك أنا أؤيي تلك العبار أنا أوافق ذلك ما من مسلم يكون مسلما إذا لم يؤمن بالمسيح عليه السلام وعلينا أن نقول عليه السلام ربما أنت تقول يسوع لا يمكنني قول ذلك علي أن أقول عليه السلام إذا كنت أنا كرجل دين إذا لم أضف عليه السلام سيتم استبعادي رجل عادي يمكنه فعل ذلك علي أن أضيف عليه السلام لذا ما من مسلم هو مسلم إذا لم يؤمن بالمسيح عليه السلام نحن نؤمن بأنه كان واحد من أعظم رسول الله سبحانه وتعالى نحن نؤمن بأنه ولد بمعجزة بدون أي تدخل ذكري وهو الذي لا يؤمن به العديد من المسيحيين المعصرين نحن نؤمن بأنه كان يحيي الموت بإذن الله نؤمن بأنه شفي الأكمأ والأبرص بإذن الله المسلم والمسيح يتفقون في ذلك لكن أعلم ما تعني عندما تقول الإيمان بالمسيح تعني ماذا تعني ماذا تعني الإيمان بأنه إله صحيح هل يمكن تشغيل المايكروفون عندما تقول الإيمان بالمسيح تعني الإيمان بأنه نبي أنا أؤمن بهذه العبارة أنا الطريق الحق والحياة ماذا تعني هذه العبارة؟ تعنيه بأنه الإله المتجسد الأخ قد وجه سؤال إصحاح يوحن نفسه سأعطيك المرجع أيضا لا مشكلة ما هو المرجع؟ إنجيل يوحن إصحاح 14 رقم الآية أملك الكتاب المقدس أستطيع أن أخبرك إنجيل يوحن إصحاح 14 الآية 16 ليس 16 الآية 6 وليس 16 حذرا سيد نايك ليس عليك أن تعلمني الكتاب المقدس فقط كل ما شئت أنك تقدم محاضرات وستتم الإجابة على سؤالي هذا صحيح أخي أنت لا تكون بالاختباس منه لديك الكتاب المقدس في حقيبتك صحيح؟ خرج الكتاب المقدس من حقيبتك وأنت تقتبس من إنجيل يوحن الإصحاح 14 الآية 6 وليس 16 وأنت قلت بأن المسيح عليه السلام قال بأنه كان إلها سأتطرق إلى هذا السؤال قبل أن أتطرق إلى سؤالك دعني أقول لك شيئا واحدا لقد قرأت الكتاب المقدس ليس هناك عبارة واحدة للبس فيها في كامل الكتاب المقدس حيث فيها يقول المسيح عليه السلام أنني إله أو اعبدوني إذا كان أي مسيحي ستطيع أن يشير لي إلى عبارة واحدة للبس فيها عبارة واحدة لغموض فيها في الكتاب المقدس بكامل حيث فيها يقول المسيح عليه السلام بنفسه أنني إله أو حيث يقول اعبدوني أنا مستعد لقبول المسيحية اليوم أنا لا أتكلم بنيابة عن إخوان المسلمين أنا أضع رأسي على المقصلة أنا طالف مقارنة الأديان لقد قرأت الكتاب المقدس وحتى أنا درست الكتاب المقدس أنت تقول بأنه لا يجب أن أعلمك الكتاب المقدس المسيح عليه السلام يقول ابحثوا عن الحق والحق سيحرركم سأظهر لك إن شاء الله الحق والحق سيحرركم اليوم إن شاء الله كما ذكرت سابقا ليس هناك عبارة واحدة لا لبس فيها في الكتاب المقدس بكامل حيث المسيح عليه السلام يقول فيها بنفسه أنني الإله أو حيث يقول اعبدوني في الحقيقة إذا قرأت الكتاب المقدس يقول المسيح عليه السلام بنفسه في إنجيل يوحنى إصحاح 14 الآية 28 لقد قال أبي أعظم مني إنجيل يوحنى إصحاح 10 الآية 29 أبي هو أعظم من الكل إنجيل متى إصحاح 12 الآية 28 أنا بروح الله أخرج الشياطين إنجيل يوحنى إصحاح 11 الآية 20 بإصبع الله أخرج الشياطين إنجيل يوحنى إصحاح 5 الآية 30 أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأنني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب الآن أي أحد يقول لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الإله العظيم هو مسلم المسيح عليه السلام كان مسلما هو لم يدعي الألوهية أبدا إنه مذكور بوضوح في صفر أعمال رسل إصحاح 2 الآية 22 يقول بأنه إيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع النصري رجل قل تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون إذن الكتاب المقدس يقول بوضوح بأن المسيح عليه السلام كان رجلا كان واحدا من أعظم رسل الإله ولكن ليس إلها ليس هناك أي عبارة واحدة ولا لبس فيها في الكتاب المقدس بكامل حيث يقول المسيح عليه السلام بأنني إله أو اعبدوني أنت اقتبست آية لتثبت وجهة نظرك من إنجيل يوحن إصحاح 14 الآية 6 التي تقول حيث المسيح عليه السلام يقول بنفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بي الآن هذا مجددا اقتباس خارج السياق الناس يختارون مقاطع من القرآن ويقتبسون خارج السياق ليسيء للإسلام بالمثل مبشر المسيحية يقتبسون من الكتاب المقدس خارج السياق أريد أن أخبركم الحقيقة يمكنك أن تفتح الكتاب المقدس إذا كنت تشك بي افتح الكتاب المقدس للسياق اذهب إلى الآية 1 إنجيل يوحن إصحاح 14 الآية 1 يقول بأنه لماذا أنتم خائفون المسيح عليه السلام يقول إذا كنتم تؤمنون بالإله أمنوا بي في بيت أبي منازل كثيرة وأنا ذاهب لأعد لكم مكانا وعندما أمضي سأخبركم فيسأل توماس أين تذهب فيقول ألا تعلمون إلى أين أذهب فقال توماس لا ثم قال أرنا الطريق ثم يرد عليه المسيح عليه السلام أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بي نحن نوافق بأنه في زمن الرسول كل رسول كان هو الطريق الحق والحياة لا أحد أتى إلى الإله إلا عن طريق ذلك الرسول في زمن المسيح أنا أؤيد الكتاب المقدس بأن المسيح عليه السلام كان الطريق الحق والحياة لا أحد أتى إلى الإله العظيم إلا عن طريق تعاليم المسيح عليه السلام في زمن موسى موسى كان الطريق الحق والحياة لا أحد أتى إلى الإله العظيم إلا عن طريق تعاليم موسى عليه السلام لكن اليوم المسيح عليه السلام قال في إنجيل يحنى إصحح 16 الآية من 12 إلى 14 إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم لكن لا تستطيعون أن تتحملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ذاك يمجدني في الوقت الحاضر في الوقت الحاضر رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق هو الحق هو الحياة لا أحد يأتي إلى الإله العظيم إلا عن طريق تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الآخر والأخير في عصرنا اليوم بغض النظر عن الناس الآخرون فيما إذا كانوا يعيشون في أمريكا كندا بريطانيا الهند في أي جزء من العالم لكل إنسان اليوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق الحق والحياة لا أحد يأتي إلى الإله العظيم إلا عن طريق تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما قالته كل الكتب السماوية المقدسة بما في ذلك الكتاب المقدس لذا أمل الآن بأنك ستتنور بالحق وأمل إن شاء الله بأنك ستأتي إلى الحق والحق سيحرركم